مرحباً بكم مرحباً بكم موضوعنا اليوم هو مجموعة للكوتش خاصة للكوتش سكولر الناس الذين يخدمون في المجال كوتشين سكولر الذين يخدمون في الكوتشين المدراسي من الأغلب المشاكل التي تصدمون معها ويجب أن تحصل على الشهادة تقول لك كوتش كيف يمكن أن تقوم بجلسة لكوتشين مشكلة احترافية وهنا باقينا نعتقد أننا نقرأ في قراءة التي تكون في التعليم هناك مجموعة للدروس لكي تقوم بذلك هناك كل فرد الذي يأتي لك وتضق الباب ويطلب أن تقوم بجلسة لكوتشين كل فرد يختلف على الأخر ويجب أن تقوم بجلسة كوتش يمكن أن تدخل هناك تقوم بجلسة لكي يمكن أن تتعظم الإطلاقات التي يمكن أن تقوم المستفيد لتعرض أنه يمكن أن تتعرضهم على المستفيد في المدرسات المستفيدة يمكن أن تتحدث عن التقومة ويجي عندي يقول يا كوتش وندير وندير ونحصل هذه النقطة باش نجح يدير الدعم الدرس وينجح معدناش مشكين ويكي انت نشوف هاد علاقة دير هاد المستفيد بالمدراسة بمواد دراسية ما تنكلوا على المدراسة مع الاسديدة مع الاصديقة مع الاختبارات مع الاسرة كيم جموعة هذه الاشياء ومن الاهداف اللي تركز يعني انا كوتش مدراسي هو كيفاش استطيع باش ندير نقل هاد المستفيد من نقطة A الى النقطة B من نقطة A الى النقطة B وكنت تكون في افضل طرف علاش لانه الكوتش مدراسي هو واحد الاسسلة باش نحقق واحد الهدف محدد لحدودك المستفيد ودائما اخوانا كنت نتكلم عن المستفيد راه هو العامل هو البوتشي وانا هو الكوتش هنا تنتكلم على ان الكوتش مدراسي راه ما تيقدمش دعم مدراسي حيث كي الناس بقع عندهم التقف على لا سنشرحه كين كين واحدة اللي شوز كين التي اعتقدت من الابا وهذه الجريبة اللي مثلا تيجيب مثلا الابن ديالو التي تواصل معه بانك باش تعاونه باش دير معاه الواجيب وما يجيب المزلتي داتا ولينا الامر لا تتخذي بشعب الكوار الشريف دونك ديالي سنترد فور يعني ديال سوتين سكولير دير كين كين هاشي موجود هنا تنبحث معه هنا ككوتش نقلبه على نقاط القوة ونقاط ضعب ديالو حسب الهدف نساء المنه قدمه الكوشين دراسي كوتش مين قدمه دونك الكوشين دراسي درجة كوشين دراسي تنسى تنسى المون هيقين الشابب اللي تتراح اعمار ديالون بيرا ترشو خمسة وعشر سانة وهناك مداريس تتحددها الفئة بين خمسة و تمانية وعشر سانة اللي تي علاش حيث هادوا بحتاجين باش يرقاو او ايجاد اجابة للعقابات التي تيواجهوها في الحياة الدراسية ديالو الحياة يعني ككل سواء في الحياة الشخصية او في الحياة او في الدراسة دونك هادوا اشياء اللي تنخدموا بها وهنا راكين فرق اخوانا اخوتي كرام الناس اللي تيكونوا اقل 13 سنة يكونوا في اعدادوا يتدائر اشياء اخر طبعا تكلموا عليه هاداك شي اخر علاش تنخدموا لماذا نستخدم هالكوشين دراسي كالواع عنده مشكل خاص بي تيواجهو كل طالب هنا استيجابة المشاكل تيواجهوها الطلبة هنا ممكن انا كاكوش تركز كل تيجي عندي بار اكزمبل اللي بيعرف توجه دياله بيدير تنسمحنا كوشين دوريونتاسيو الدراسات او المهلة بيكون لها ممكن اخصو ايجاد المعنى لها الدراسة دياله اخصو التحفز باش تيعطي يعني دك مستفيد اشنو الدور ديالي اكواساتيها غلاش انا تمشي مدراسة علاش اصلا تمشي التعلم بوا حتى شكل عام هنا تيكون وهنا الكوش تيكون اكتر عمل تيكون عملي جدا جدا تيكون منضم تيكون كافاءة هادو اشياء علاش حيث انا ممكن يجي عندي واحد اللي بفور تيقرم زين ولكن يتي مهما تيقرم الوقت ديال امتحانات تولي عندو التوتر يعني كيفاش نديرنا هادالجيسيون ديال الوستقس او ادار التوتر اثناء الامتحانات كي نعندو موقت كي لتي بيحطر واحد لانتخوتين اوغا هادو اشياء كام هم تي تخدم هنا الكوشين المدراسي را ممكن تنسدفو حتى الابا دونك هادو اشي اخر هاشوف دابا باش نعطيكم العملية ديال التسويقية ديال كوشين دونك الناس اللي ديري كوشين باغونتار كوشين فاميليان لايف كوشين را مهم لهم هادشي هما را ممكن بعض الاباء اللي تي شوهم بانو الابن ديالو را تقدم في الجلسات وتبدل السلوكية ديالو بدات تتغير يقدر مثلا يجي بكتال ابناء اللي كي في الابتداء الاعدادي هما تتغير لتنخدمون عام كوشين تلميذ او استيشاري تلميذ هما تيقول كالتان بغيت كوشين كيف يتعلق كوشين باغونتار يعني كيفاش نتعمل ديال كي كوشين فاميليان كيفاش تقرقو دك التوازن دونك هنا اي واحد بيختص را يمشي في هذا المجال الكوشين اخواني اخواتي الكرام عبارة عن سلسلة من المقابلات الفرضية بينو بين دك الشخص ومتقول دك الشخص هو المستفيد او الكوشي او العامل اسميه واحدة وانا تنكون محتار في هذا المجال تنشتغل في مجال ككوش الهدف ديالي هو مساعدة دك الشخص اللي يسمينا احنا المستفيد او الكوشي او العامل باش يحقق الاهدف دياله باش ينجح في حياته الشخصية والدراسية واحتى المهانية دوق انا كاكوش عشانو عندي في العمل جاني عندي واحد المجموع ديالاسئلة ولكن ليس فقط تنهز مدكير وتنهز قلم وتنبت تنعطي اسئلة كأننا تنجل مع واحد استنطاق لا فاني يطرح سؤالة شيء اخر هنا كينا خدم على كل شيء اخر هنا كينا واحد من الجموعة ديال ديال تنقولوا احنا الادوات مجموعة ديال التقنيات اللي تنخدمو بها وهنا دائما تركزوا طرعت واحد المساحات السيرية مخصصة يعني سواء في المكساب او سواء اونلاين هنا باش هو ذاك الابيرسوني يزيدي تقفية باش يحدد هدفه باش يخوض الخطوات اللي باش يحقق الهدف اللي بغير يمشي ليه باش يتحرك دونك انا تنزيل ندعمه اكتر ككوش باش ينتزم الخطوات اللي يتساعدوا في وصل الهدف دياله كين من الاسئلة اللي تيجو اخوانا اخواتي كرام كوش كين شيء معيار خاص بالجلسات هو نقول لكم صراحة حسب تجربة لا يوجد معيار في جلسات اللي كوشين سواء الرغبة والحاجة والخلفية ديال داك الشخص والنتائج اللي بيوصل لها ومستوى الطموح والقدرة اللي عندو باش يتحدد على ذاته بسهولة دونك هاده اشياء دونك هنه اشنو تقول لك الجلسات تتستمر في متوسطين بين خمسة الجلسات تتناشق جلسات وهذا سي توقف على حسب الطلب الواترات يتمكن من هاداك المستفيد يعني باش لا شفرات تتحرك ممكن تنحبس الأمور غادية مزيان والجلسات ممكن خمسة واربعين دقيقة ساعة واربع ساعة ونص تتكون هكو وكيفاش تنحددو والسعر السعر اشن قول لك من قبل كل كوت شو على حسبه هو في السوق كدير دونك سواء لكل جلسة بوحدة او تيدير واحد لباك واحد الفور في واحد الباقة دونك لاحظنا ومن ناحية الاحترافية الاحترافية اللي خاص لكوتش سكولير تعرفه متان تكلمو دبع لكوتش سكولير راه نسجلسة الاولى والاخيرة راه في الغالي مرتتم مع الوالدين في الاولى راه تكون ما حاضرش معهم ذاك الايفن حتى تنسى نوعاتنا حضروا الايفن وفي الاخير تكون الوالدين حاضر معهم كيفاش هاد شي دونك دي رابورت يكونه شي حوجات دونك هنا اشنو اخوانا اخوتي كيرا دائما انما كان استعداد عندك شخص انا اكون عليك انت الجينة صعوبة او شنو صلو ما لهذا يكون معدي استعداد كان واحد النقطة مهمة كوتش انا رغم ان انا درت كوتشين سكولير ونمتن نقش كوتشين سكولير دائما لفئات المراهقين والشباب انا مشو لتنا خمسة وعشرين كي بعد مدرس تلات مية وعشرين سنة تيمشي من خمسة تلات مية وعشرين سنة دونك هنا كيفاش نتعامل مع الناس اللي اقل من 13 سنة هنا اخوانا اخوتي كيرا هذي نقطة مهمة مهمة باش نستعدف ان واحد لفئة تلام لفئة المستوى الابتدل والاعدادي لان حسب المنظومة اللي عندنا احنا باتنا في المملكة المغربية هنا كين عندنا اخوانا اخوتي كيرا برنامج خاص مسجل يحتوي على مية وسبع وعشرين فيديو يحتوي على تمانيون تطبيقات كيفاش ندير زرسات الكورشين مع اللي فيها العمرية علاش او استاد من ديولوش بحر نخدموه معاو لا هنا الخلفية اللي تتكون هو ذاك التلميذ لم يكتسب بعد ذاك النوج لازم باش يحدد طلب ديالو باش يحدد هدف ديالو باش يعبر عليها بشكل لفضيا وبتلقائيا دونك وتحديد هدف اللي عام باش نخدمه نتعون معه ذاك الشي لاش انا انا ككوتش هنا في هات النحية نتنقول له كوتشين انا اخصني نعطي الشخص اللي تيجي عندي مع الجلسة نعطيه بقصابة وكين الشخص الاخر تيجي عندي تلميذ لتنعطيه سمكة لتنشوف السمكة اللي تتلازمه دونك هادو 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 منضم وممكننا خدمتنا هاد دامنة ديالو عشي بانو رأتي نفعلي باش نخدمه بتاكوتشين سكولير هادو اشياء اخوان اخوتي كيرام اللي تتخدمه وكين برامج كتير لتتخدم حتى بالنسبة للناس اللي زادلت يعني بجميع المجلة ديال كوتشين اخوان اخوتي كيرام كين دورة كوتشين مدراسي يعني من كانثير عشرات الفيديوهات اللي غ ситу помощью ان شاء الله لتكون مشجنين في دوارات اللي بغى يحزز يعني في نسخة بدي Hetwins وتتكون متابعة. وكاينة دورة اللي دايجة موجودة اللي هي كوتشين تيميت اللي بشجلين فيها. فيها يعني مجموعة ديال الفيديوات مية وسبع وعشرين فيديو. وغادي تكون دورة حسب الطلاب اللي تكون في الكوتشين دراسي اللي تهيات لكم شجلة. اللي تقريبا نمشوف فيها حتى خمسة وثلاثين فيديو. يعني خمسة وثلاثين لقاء. يا اخوة انا اخوتي كرام. إلا كنتي مستعد فمعلك إلا التواصل معنا على الواتساب سفر ستة واحد وستين ثلاثين امسة واربين واحد واربين. أو سفر ستة سبعة تش واحد وستين واحد وخمسين. وتباك الله عليكم. واي سؤال خليه لنا يعني في الكومنتر ونتوصله معكم. وشكرا لكم.